في محيط البنك المركزي وعلى طاولته الداخلية تعصف لعنة الدولار بعد أن أشعلت تقلبات سعر صرفه الأسعار وقلبت السوق العراقية تعصف بقرارات جديدة على وقع أنبئين تتحدث عن تظاهرة أسماها ناشطون بتظاهرة الدولار تماما كما فعلت تقلبات سعر الصرف بضرب قيمة الدينار العراقي والتي حركت الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية من بينها تشديد الرقابة على متضاربين ومتلاعبين في الأسعار طاولة البنك المركزي تغيرت إدارتها بناء على طلب محافظ البنك مصطفى مخيف الاستقالة ليوافق عليها رئيس الوزراء مكلفا على العلاق بإدارته وكالة إجراءات حكومية سعت لتتبيت سعر الصرف ومنع التلاعب منها فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لسيار التجار عبر المصرف العراقي إلا أنها تأتي بعد فرض البنك الفيدرالي الأمريكي قيودا على منافذ بيع الدولار للسيطرة على عمليات تهريب لدول مجاورة صحيفة المونيتور الأمريكية نقلت على لسان مصادر ما كشفته بخصوص تورط ميليشيات عراقية مسلحة بتهريب العملة إلى سوريا وتركيا وإيران ولبنان تقرير الصحيفة الأمريكية قال إن عشرات الاجتماعات التي عقدتها السفيرة الأمريكية لدى بغداد مع رئيس الحكومة كان على رأسها ملف سعر الصرف الدولار السفيرة الأمريكية كشفت لقناة التغيير في مقابلة خاصة سعي واشنطن للتعاون مع الحكومة بخصوص منع التهريب إلا أنها نفت صلة بلادها في التأثير على أسعار الصرف وقيمة الدينار أود أن أقول بأن الولايات المتحدة لا تضع أو تحدد سعر التصريف بين الدينار العراقي والدولار حديث يدعمه مختصون ومسؤولون أكدوا للمونيتور مشكلة تقلبات سعر الصرف بسبب ندرة الدينار العراقي كسبب رئيسي أحدثت تلك الفجوة المالية الكبيرة مقربون من الوسط السياسي رأوا أن عدم فاعلية الحلول العاجلة ستعمل على تصاعد الأزمة المالية التي قد تصل إلى التأثير على ملف دفع الرواتب في البلاد ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا